أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو بالأفق الأعلى ثم أدنى فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت مارونه على ما يرى ولقد رآه نسبة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المقوى إذ يرشى السدرة ما يرشى ما زافى البصر وما طرى لقد رآه من آيات ربه الكبرى لقد رآه من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأسرى ألكم الذكر والهنثى تلك إذا قسمة طيزة إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الضن إن يتبعون إلا الضن ومرتن والأنفس ولقد جاء أهم من ربه الهدى أهل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكان من ملكهم في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بها بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويربع إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسبية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الضن وإن الضن لا يغني من الحق شيئا وإن الضن لا يغني من الحق شيئا فآلظ عما تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فآلظ عما تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالكسنى الذين يجتنبون كبائر الإذن والكواهش إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطور أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أثر أيت الذي تولى وأعطى قليلا وأبدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وفى أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعي موسى فيرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتى وأنه هو أرحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تنع وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأطنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادى وأنه أهلك عادى الأولى وثمود فما أبقى وقام نوح من قل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمعتفك تأوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجمون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدون الله أكبر